شيمابو وبرو روحو قاديشو حاضلوه وشاريرو آمين اليوم أحبائي انجيلنا هو انجيل وكيل الظلم هذا الوكيل القصة اللي بتقول انه كان شخص عنده احد موكله انه يشتغل بأمواله مثل منجر اليوم وهذا كان انسان يصرق ويظلم وما كان يتعامل بأمانة في مال سيده فسيده سمع انه صار انه كان يسرق ويعمل كل هالأمور فراجعوا وفي مراجعته منشوف انه بلش هو يراجع نفسه وكيل الظلم ولما راجع نفسه اللي صار انه بلش يجيب واحد شخص شخص اللي مديون بمية تنكت زيت اللي مديون بثمانين كيس رز ويقولهم اعطوني اقل وهيك رضى الطرفين رضى سيده ورضى ايضا الناس المديونة وحسب حساب انه انا لو طردني بلاقي حدا عدين ضمني وعدين اذا رجع وافقوا باركلي على الشي اللي عملته هيك بكسب سيدي هون سيد المسيح بيمدح وكيل الظلم ونحن متعجب المسيح كلية المجد بيمدح غاية واسلوب خاطئ ولكن احبائي اذا نحن كنا نفكر بهذا الشكل معناته نحن ما افتهمنا سيد المسيح ورسالته من نص انجيل اليوم سيد المسيح ما عم بيمدح السرقة وما عم بيمدح الشخص بتصرفه ولكن عم بيمدح الحكمة وعم بياخد من تصرف الشخص بياخد حكمة من اجل علمنا لانه بيقول فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل بحكمة لان ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم طلع هون النقطة هي وانا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدية يعني ما عم بيحكي على مال ظلم على الارض انه نكون حاكمين كيف ننعب نعمل تشيتي ما نكون اونست مال الظلم يا احبائي هو مال انا ما تعبت فيه ولما انا ما كنت عبت بالشيء وارجع كمان رغم انه انا ما تعبت في الشيء وما اعمل شيء صالح هون بيكون عدم الحكمة فالله ربنا يسوع المسيح هون عم بيعلمنا ان نصنع لنا اصدقاء من مال الظلمة يعني المال اللي احنا ما تعبنا فيه وعم بيمدح حكمة اولاد هذا الدهر في ايش بيمدح بالضبط عم بيمدح لانه بلش يفكر في بكرة انا شو بدي اعمل رح تردني سيدي ما رح يكون في عندي حدا يستقبلني فبالش يفكر في اليوم اللي بعده شغلتين احبائي لازم ننتبه لهم بهالنص اما نحن نكون متملكين عندنا املاك او نكون نحن وكلاء الحكم اللي عم بيمدحها ربنا هون بيمدح انه كان وكيل ظلم عنده حكمة نحن كل واحد فينا في كثير من اوقات من كون متملكين متملكين بشو متملكين بجسدنا متملكين بروحنا متملكين بانفسنا من ظن ان الله لما اعطانا هذا الجسد وعطانا هذه الصحة اعطانا عقل سليم معناته هذا صار لإلنا ولسمح الله تصيبنا عاها او تصيبنا مرض منصير نلوم ربنا منصير نحكي معاه بطريقة كأنه هذا إلنا وانت اصلا لازم مشبور تخدمنا فمعاملتنا لله عادة نحن كمتملكين الله يعطينا نعم مواهب ونحن ما منقوله الشكر الى وبالعكس انما نحن من وبخول ربنا عليها من دينه من لومه اذا كنا وكلاء بالظلم ليس معناته نكون ظالمين معناته بالشيء اللي عندنا الهدايا اللي ربنا عطانا اياه نكون وكلاء حكماء ونتعلم من اهل هذا الدهر كيف يفكروا في بكرة راح نقدر نفهم انه المال اللي عنا الوقت الافكار المواهب اي امر انا بشوف حالي بقدر اخدم في او عندي اياه او انا متميز في وقدرت اشكر ربنا عليه اخدم ربنا فيه امجد اسم ربنا فيه هنا انا بكون وكيل حكيم ربنا اتمني على جسدي اتمني على وقتي اتمني على فكري اتمني على خدمتي ولما انا بكون حكيم وبفكر في بكرة كيف استخدمه عشان لما يجي يوم الملكوت هقدر اكون عندي مكان في هداك الزمان الابدي بكون وكيل صالح بكون وكيل امين لا اتشبه باهل الدهر انما اتشبه باولاد النور اللي بيعيشوا من اجل الملكوت وبيبلشوا يستخدموا اي فرصة اي فكرة اي رفعة صلاة اي كلمة حلوة من اجل ابني في ملكوت السماوات هاي هي احبائي اللي ربنا بدو ايانا نتعلم لنا هالنص اما نعيش كمتملكين ونبقى بهذا الدهر ونصير فانش وما يكون لنا مكان في ملكوت السماوات وما اقول نروح بعدين على المكان الآخر جهنم او نكون متوكلاء حكماء نستخدم كل موهبة كل فكر كل نعمة ربنا اعطانا اياها اذا عشنا احبائي بحسب ما الله اعطانا حتى لما ييجي وضع مثل اكتر شيء مثل مين ايوب نقول معه الرب اعطى والرب اخد فليكن اسمه الرب مبارك لما ييجي حدا يضربني على خد اليمين باعطيه الخد الآخر وبمجد اسم ربنا لما ييجي واحد يشتمني او يحكي لي كلام موحلو بقول له الله يسامحك بارك ولا عينيكم بس من الداخل ما بكون مقهور ما بكون عندي ملامة ما بقول هذا شون احكي معي هيك هذا شون عمل مع هيك هذا شون ظلمني بالعكس بس سير اقول يا رب انت عطيتني هالنعمة عطيتني كمان وعد عطيتني طوبة عليها فخلي يا ربي تمجد اسمك المبارك خليني يا رب اعطيني يا ربي حكمة انه اقدر افهم كل النعم اللي اعطيتنيها بالحياة اعطيني يا رب حكمة اقدر افكر في بكرة اعيش للملكوت ما اخلي اي امر يخدني ويجدبني بهالحياة اعطيني يا رب لما اصدر اي قرار اصدره من اجل ملكوتي ليس من اجل ربح ارضي اصدره يا رب من اجل خلاص اخرين من اجل منفعة خلاص نفسي من اجل يا رب عائلتي من اجل احبائي ليس يا رب من اجل ربح وملك ارضي اشكرك يا رب من اجل انك اعطيتني كل نعمة بحياتي خلنا اليوم احبائي نشكر ربنا يكون عندنا نظرة الوكيل الحكيم اللي كل شيء اعطاه الله بيرجع بيقوله يا رب هذه الوزنة اللي اعطيتني اياها وكمان وزني فوقها ما اخفت منك ما لمتك ما كنت وكيل غير حكيم انما يا رب يكون اسمك يا رب مبارك من الان وكل اوان دهر دهرين امين اشتركوا في القناة